موسيقى مع الأسف الحكومة عوض أن تقابل التحية كما يقولون بأحسن منها فجاءت خلت احتمرها الحمد للهبة التضامن فكذلك الشركات المحروقات أطلقت مرة أخرى بعد الزيادات الخمس زيادات التي تعرفتها في شهر شوتانبير غير مبررة اليوم كذلك تعرف زيادات أخرى في المحروقات التي تؤثر على المواد الأخرى مواد استهلاكية وغذائية مواد أساس وغيرها مواطن اليوم يحتمون الأتمانة للخضار وأتمانة للأساسية الأخرى ومواد الزيت والطحين والغزم والسميداء الأخرى المواد التي تغذبها المواد الأساسية أنا لا أتحدث عن كماليات نتحدث عن المواد الأساسية التي تقوت من هذه المواطن وهو الدخل المحدود للمواد المسكين الذي حصل على السميق هذلك المواطن الذي يبشي طالعا كما يقولوا لا يشتغل واحد مئة درهم يخلص منها الكراء يخلص منها الفطور وغذاء الأشياء نجو الحكومة تقول لها كسيني هالجزاء ديالك من بعدها أضرح تضامن وبالتالي نعاود أن نقول نحن في الاتحاد لواطنة الشرمر كافة لهذه الحكومة كافة منها التفرج تفرج على هذه الشركات المحروقات في دول أخرى الحكومات تضغط على هذه الشركات لكي تنقص من الهام جديد في دول أخرى الحكومات تضغط لكي تتخذها كحكومة كدولة تنقص منها لكي تخفف شوية من الغلاء في دول أخرى تنضي الحكومات لكي تدير دعم مباشر للأسر لنوقع التدخم وقع الإجهاز على القدرة الشرائية كي تديروا مبادرات لحماية القدرة الشرائية المواطنين وهذا تذكير كي أقولك نعود أن نذكر مرة أخرى الحكومة في بداية هذا الموسم الجديد مع منصوش لهذا الاحتقان اليوم هامار يجل التعليم كانوا بكي تسننوا هذا الندم الأساسي الأخير أنتم هشتوا اليوم في الندوة صحفية لعقدة الجامعة كتشوفوا التغارات وكتشوفوا النقائص من هذا المشروع الجديد اللي يحتاج كذلك حتى يجل التعليم في البداية الموسم عوضة لأنهم يدخلوا من شارحين ويدخلوا يشتغلوا هما فرحانين على الأقل بحد ندم أساسي جاههم منصف ويددارك التغارات ويددارك هذا الشيء بالإضافة لهذا هذا الجهاز يتكلمون التضخم على القدرة الشرائية وعلى الأجور لأنه يتحملوا التنقل المناطق البعيدة رجال التعليم هما يصافروا وما يقرروا في الجبال وما يقرروا في السحارة وما يقرروا في المناطق النائية وكذلك تزيد عليهم مرة أخرى كبقى المواطنين تزيد عليهم في الدخول المدراسي تزيد عليهم الأسمينة دي المحروقات وبالتالي كننبه الحكومة مرة أخرى لا تقش متفرجة تأخذ إجراءات سعجالية لتدارك ما يمكن تدارك وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي